شكرا جزيلا لتوفير مصادر أمينة ونظيفة للطاقة لقد حظيت قبل قليل بفرصة التوقيع على اتفاقية باريس للتغير المناخي وتقديم أوراق التفويض والمصادقة على الاتفاقية إلى معالي الأمين العام كان من المفروض أن تقدم الأوراق إلى الإدارة القانونية ولكن معالي الأمين العام عندما علم بذلك أصر على أن يستقبل أوراق التفويض والمصادقة بنفسه وذلك إدراكا منه لأهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ يوم غد إن شاء الله وستكون المملكة طرفا أساسيا فيها مصادقة المملكة على اتفاق باريس للمناخ يأتي استكمالا لجهود أكثر من 175 دولة انضمت للاتفاقية من بينها الولايات المتحدة والصين منذ أن أبرم الاتفاق في قانون الأول من العام الماضي في باريس والذي يهدف للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض مما يعزز الأمال بتحرك عالمي سريع لمواجهة الاحتباس الحراري بدون شكل تغيير المناخي يشكل أحد التحديات الأساسية التي تواجهها البشرية ولابد من العمل بشكل متجانس وبشكل تعاوني بين جميع دول العالم لتقليص الآثار المبعثة المترتبة على انبعاث الغازات الضارة ومشاركة المملكة في هذه الاتفاقية سوف تعزز من ثرائها وقوتها وقدرتها على النفاث هذه الاتفاقية التي تعتبر الأهم والأكبر في التاريخ من حيث عدد الدول الموقعة عليها لكنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى تصادق عليها برلمانات أكثر من 55 دولة وفق الأليهات الدستورية المتبعة لديها وهي المسؤولة عن 55% على الأقل من انبعثة غازات دفئة تقديم الوثائق في هذا التاريخ بالذات قبل يوم الرابع من نوفمبر وهو يوم دخول الاتفاقية للنفاث سوف يتيح للمملكة المشاركة في مؤتمر مراكش القادم في منتصف نظامبر القادم لاستكمال بحث هذه الاتفاقية وتبعاتها وسائل تنفيذها ويلزم اتفاق باريس الدول الموقعة إلى ضبط معدلات ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بحدود أقل من درجتين مأويتين ومكافحة التغير المناخية وخبض الانبعاثات الأمر الذي يتطلب إرادة راسخة ومئات مليارات من الدولارات من أجل الانتقال إلى موارد طاقة نظيفة والتحول لاقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإخبارية رمضان المطعاني